موسيقى تكملة للسترينجز فيه كده حاجة مهمة جدا لازم تبع عارفها و هتحتاجها كتير جدا 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 فوق خيالك في البرامج اللي هتجي تكتبها ممكن نعتبرها فونكشن معانا بتقسم لي الجملة بتاعتي طيب يعني ايه تقسم لي الجملة بتاعتي لانا عندي مدلوقتي فيه سترينج بتاعتي بتقول دف جيكس اكاديمي على دلوقتي عايز اطبع دف لوحدها و جيكس لوحدها و اكاديمي لوحدها البرنامج ده بيعمل كده خلانوه نجرب كده نتفعل طبع لي دف بعد كده جيكس و بعد كده اكاديمي ازاي بيمشي البرنامج ده وبكل بساطة عن طريق حاجة خاصية او فونكشن معانا اسمها strtoc ايه الى strtoc دي زي strcomparsion و strcopy و str مش عارف ايه الكرام اللي قلنا عليه اللي يعلقه بايه اللي يعلقه هنا بstring.h دي شوية فونكشن موجودة في الليبري دي قدر ان انا استخدامها بتسهل عليها حاجات كتير اللي بيحصل هنا انه هو هنا بstrtoc بديله البرامترز بتاعتي بديله السترين بتاعتي دي فونكشن زي اي فونكشن كتبناها قبل كده فونكشن بتجمع 3 ارقام بتطرح بتعمل اي حاجة اي حاجة انت عايزة فعندي هنا بقوله ان فيه char asterisk token فانا هنا عندي بوينتر من نوع ايه من نوع char يعني هنا بقوله ان انا هشاور على حاجة من نوع char عفكرة لو هشاور على string برضه بنفس الفكرة بنفس الطريقة بقوله بنفس الطريقة يعني لو انا هشاور على كلمة بقوله ده بوينتر لكلمة او بوينتر لحرف مش هتفرق بنسبة له مهم انت تجيب له اول حرف في اللي يعني لو انت جبت اول حرف هفهمك عندي مثلا حاجة بالمنظر ده قولنا char name 1 مثلا ما تنساش دول البيسيس دي دوله بتساوي بودي مثلا ايه اللي بيحصل دلوقتي لو انا دلوقتي جيت قلتلك عندي بوينتر بيشاور على البي دي طب مش احنا فاهمين ان دي اصلا في الاصل من منظرها هعمل كده char name 1 بالمنظر ده لازم تكون انت شفت حلقة البوينتر زي تفهم الكلام ده وان هي عبارة عن بي وحقول او وحقول د وحقول او صح كده صح وان كده طبعا من انساش قولنا بنحجز مكان زيادة للنال او للنال طيب بس فاي اللي بيحصل هنا انا ممكن اعبر عن الكلام ده عن طريق هنا زي ما هو عمل كده قال لك انا عندي بوينتر للشهاور فانا عندي هنا بوينتر للبي فقدر اتجيب اللي بعد البي يعني زي ما احنا اتفقنا قبل كده لو لو باجا برنت قلنا بنيجي برنت كده فبجاول هنا كده برسنتج دي بالمنظر ده او هنا مش برسنتج ده تبقى برسنتج سي وقوله هنا كده بالمنظر ده اتبع لي ايه قلنا بنقوله content اتبع لي بي اتبع لي او لو عملت بلاس وان اتبع لي دي لو بلاس تو فلو عندي بوينتر لأول حرف فخلاص انا ما عنديش مشكلة ممكن ببوينتر وده من ضمن المميزات تحت البوينتر انا ممكن ببوينتر لأول حرف اقدر اجيب كل اللي بعده لان هم متخزنين ورا بعض لحد ما هيلاقي النال فهي فهم ان خلاص ما بعيش في كلمة فدي طريقة من ضمن طرق التمثيل يعني لو قال لك هنا انا عندي هنا string او عندي بوينتر لحرف في بداية string او اول حرفة في الكلمة بتاعتي بيقوله ايه استير توك دي بتمسك دي كده وتفضل تمشي لحد ما تلاقي الحاجة دي ايه الحاجة دي هنا انا عملها space فاول ما يلاقي space يوم يحط لي كلمة دف دي في التوكن بعد كده يتبع لي التوكن وهكذا يفضل يعمل كده لحد ما يوصل لنال ما يلاقيش كلمة ان هو يحطها لي في التوكن فبالتالي بيقول ان هي نال وما يتبعش حاجة طب لو انا خليت دي بدل ما هي space وحطت علامة يبقى هاجي هنا كده بالمنظر ده وحط العلامة دي يبقى انا كده كده أكيني بقوله كده كل ما تلاقي علامة من دي خد الكلمة اللي قبلها وحطها لي في التوكن ده بعد كده اطبعه لي بقى كده بنقد نغير قيمة التوكن دي خشي لي على جيكس حطها لي في التوكن طب لم اجد العلامة دي خد اللي قبلها على طول وحطه لي في التوكن بعد كده يبقى لي اكاديمي اضعها في التوكن ومطبعها يفضل يعمل هذا الـ sequence على حسب العلامة اللي انت كتب هنا طبعا نضع العلامة دي هنا كده مفروض فلو جيت انا دلوقتي اعملت هنا يطبع لي برضو TheFGX اعيز بقى حط كومة حط حرفة حط اي حاجة يبقى الحاجة اللي هنا دي انا بقوله اقسم اول ما تلاقي كده يبقى اول ما تلاقي كده خد اللي اللي قابلها على طول وحطه هنا فبياخد داف دي يوم حطتها في التوكن ومطبعها يبقى هكذا يقول لي شكرم يشيلها هي اول بعدها بعد كده خلاص دي بقت الاستي ار بتاعتي دخلي اللي بعدها شوف اللي الجيكس دي اول ما تلاقي العلامة دي خد اللي قابلها فيمواخد الجيكس ويوم طبعها ويوم شايلها تمام؟ طيب بعد كده يقوم الى الاكاديمي يقوم برضو نفس الفكرة هيتبعها لان هي في الاخر اخر اكاديمي دي بعدها نل على طول فهو خلاص ملاقاش العلامة فكده كده لازم في الاخر هيتبع اخر حاجة عنده فياخد الكلمة دي كلها ويمحططنة يبقى هو ياخد عمل قبل العلامة التي البدها중에ensionalة يقي من الى ابل نل وسط اللي قلنا عليه ده وطبقه. انا ممكن احط هنا اي حاجة. يبقى هنا بقوله اول ما تلاقي علامة كذا اخذ اللي قبلها وحطوهلي في التوكن وبعد كذا تفضل ماشي بالسيكونس ده. طيب لو التوكن لا تسوي نول. ام تا هتسوي نول؟ لما ما بقاش في حاجة بيش هوري عليها التوكن ده خلاص. الكلمة اللي بعد كده بنول خلاص. مفيش كلمات بعد كده. فخلاص بيقول لك شكرا على كده. اللي بيحصل ببيرنت التوكن. بعد كده اقول ان التوكن بتاعتي بتسوي strtoc للنل والعلامة دي طيب يعني ايه strtoc للنل والعلامة دي نفس الفكرة اللي احنا سألنا عليها من شوية يعني خلينا نقول كده بالتفصيل شوية هو بيمسك def دي ويقوم ايه خلاص مجرد ما يشيلها بيحط مكانها نايمة خلاص مفيش الكلمة دي ما بقيتش موجود يعني بيحط خلينا نقول بيحط النل من بعدها على طول فبالتالي بيعتبر ان القبله ده ما كانش موجود ويميبدأ من هنا وهكذا فهو يبدأ من اول اخر حاجة هو شالها ويمحطط اول حد ان هو يلاقي نل يبقى تاني كده بالراحة بيمسك الكلمة لحد اول علامة يوم طبع الكلمة دي تمام ويمحطط مكانها خلاص ان هي بيشيلها فبقت بنل بقى كده نمسك من بعد النل ده geeks لحد اول علامة وهكذا بنفس السيكونس يفضل يعمل كده لحد ما بيلاقي في الاخر خلاص ومفيش كلمات يوم يستطب طبعا واي اللوب هنا يبقى طول ما التوكين بتاعتي مش بتسوي نل بيفضل يشتغل وطبعا الفونكشن دي من ضمن فونكشن اللي انت هتحتاجها كتير جدا جدا في البرامج بتاعتك لما تجي تشتغل شكرا وهتمنى تكون حلقة مفيدة